أصدر المجلس الاستشاري للحزب الشيوعي العراقي بعد اجتماع له بلاغا أكد وقوفه باهتمام كبير عند آخر تطورات الوضع في العراق خصوصا المتعلقة بالعملية الانتخابية ومخرجاتها كذلك عندما حققته تحالف سائرون من موقع متقدم في انتخابات مجلس النواب الأخيرة وما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة وقبله تكوين الاتلافات السياسية الضرورية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وربط الحزب استمراره ضمن سائرون أو مشاركته في أي تشكيل حكومي بتحقيق المطالب الأساسية لمشروع التغيير والإصلاح وبيّن أنه في حال عدم وجود ضمانات لتحقيقها فان الحزب سيكون له خيارات أخرى بما فيها الانتقال إلى المعارضة ودع السلطات الحكومية والقوى والأحزاب السياسية إلى العمل كل من موقعه وبحكم مسؤولياته إلى تجنيب بلدنا من المنزلقات الخطيرة والحيلولة دون أن تكون نتائج الانتخابات وما تولد عنها من غضاضات وطغون وشكاوى سبيلا إلى إشعة الفوضى وتعريض السلم الأهلي إلى الاهتزاز سيما وأن داعش والقوى الإرهابية وكل القوى التي تريد سوءا ببلدنا ما زال تتربص به وتريد إلحاق المزيد من الأضرار بشعبنا وبناه التحتية وطالب بمعالجة الإشكالات المتعلقة بالانتخابات بالطرق القانونية والدستونية ترجمة نانسي قنقر